نفى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ما تناقلته وسائل الإعلام القطرية حول انتقاده لأداء دول الخليج ومصر في الأزمة مع قطر وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية روسي سيرجي لابروف بالعاصمة الروسية موسكو أشار الأمين العام لأن الدول الخليجية تفهمت موقف الجامعة العربية من أزمة قطر مواكدا أن الجامعة العربية تبنت منذ اليوم الأول التحرك الكويتي كوسيلة لتحقيق انفراجة في الموقف مشيرا إلى أن الجامعة العربية أبدت استعدادها للتحرك في الأزمة إذا طلبت الأطراف المختلفة ذلك باعتبار أن كل الدول أعضاء في الجامعة